اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين رئيسين اعقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين حيث رحب السيد الرئيس بزيارة اخيه الرئيس جيلا الى مصر معربا سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين ومؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات لاقامة شراكة مستدامة بين البلدين واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تطرق الى التباحث حول اخر التطورات الاقليمية ذات الاهتمام المتبادل خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الافريقي وامن البحر الاحمر وكذلك قضية سد النهضة من جانبه اعرب رئيس جيلا عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الاصعضة وفي ختام المباحثات شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التشاور السياسي والطاقة والموارد المتجددة وانشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي ترجمة نانسي قنقر